والنهار ده عندنا يعني وجبة كروية أوروبية دسمة طبعا برعاية نجمينها محمد صلاح بعد العودة بعد الغياب 30 يوم قولي بقى ايه اللي حصل مبارح ليفربول وبريدفورد نتيجة كبيرة جدا اه 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 ماذا حدث طيب بالنسبة ماتش مبارح كان بريدفورد كان عنده مجموعة من الاخطاء الدفعية الغريبة جدا ولابط ليفربول ما بيرحموش زي قولوا يعني ما جرموا الفرصة بيسجلوا بشكل مباشر ما بيهزروش لان ليفربول في موقعه الحالي متصدر الدوري وعرف ان فيه منافسة شارسة واثنين بيجروا وراء اثنين يعني من فرق تقيلة ارسنل ومانشستر سيتي لما كانوا السنة اللي فاتت هما اللي كانت نفسه على الدوري وكان ليفربول بعيد عن الصورة فبالتالي منافسة هكون صعبة فالفرصة لما تجيلك لازم تستغلها اه ممكن نتكلم على الشقين الشق الاول ليفربول حافظ على صدرات الدوري 57 نقطة لانه عارف ان كان السيتي عنده مبارات صعبة مع تشيلسي بعدين بارح فهو عارف ان السيتي لو كان كسل الموتشين هيعدي 57 نقطة يوصل 58 لكن هو فاز ولا يبقى لحظوظه بقى 57 جي بعد كده السيتي اتعادل بصعوبة مع تشيلسي فالسيتي حقيقيا 53 فلو بصناع الجدول الترتيب ليفربول 57 أرسنل 55 منشستر سيتي 53 فالسيتي لو فاز كمان يوم الثلاثة في الموتشي اللي هو اقل من أرسنل وليفربول يبقى 56 هنتفرج على الجدول هيبقى 57 56 55 يعني اعتقد بكارسة موسيقية لحد نهاية الموسم منافسة ثلاثية بحيشعل الدورة الانجليزية بشكل كبير جدا الفترة اللي جاية زي ما حكا قلت عودة محمد صلاح او فوز برعاية محمد صلاح ان بارح في الموتش كان محمد صلاح سجل هدف وصنع هدف كمان وكان كعادته دائما يعني بعد غيابه وبعد عودة متقلق بشكل كبير طيب محمد صلاح انا مش اتكلم طبيعا ان احنا كمصريين وهو مصري انا منحزن لي انا عاد دور دو صلاح اتكلم على كذا حال رقم واحد اللي حصل مع المتخم مصر ان صلاح اصاب يوم 18 يناير في موتش غانا الناس تفتكر اللي حصل لما حصلت الاصابة والجدل واللغط الكثير اللي حصل قادينا شوفنا صلاح رجاء امتى بعد بطولة افريقيا ما خلصت باسبوع صلاح غاب 30 يوم شهر كان معنا كده الاصابة ما كانتش خفيفة تمام فالناس المنوط بيها او الناس المسؤولة المنتخب اللي عملوا المشكلة دي كلها وصلاح دافعت امانها بسبب كلام كتير حصل على السوشيال ميديا الناس تقول لك وزاي يسيب المنتخب كل ده سبب ايه ان في حد شخص ما قرر نوه يعني زي بوله كده يخدع الناس او يقول لك ايه مش هنقول لناس حجم اصابة صلاح اصلاح دي حاجة متخباش الكلام ده احنا بقى سنة 24 هتطلع تقول ل الناس ده هيخيم بص سماتشين وهيرجع بتتحك على مين يعني الصراحة كان هدفه ايه يعني ممكن ممكن يكون كان بيفكر وقتها هقول لك عشان المنافسين بتوعنا ما تجرقوش علينا مثلا او يبقى دائما عنده هاجس او خوف ان صلاح موجود فهي من حسابه طيب وانا حتى ده او ده حصل هاجسة متشكلها بيعلن قبل المورة بساعة ونص مش هلقى صلاح موجود يعني الموضوع كانش محتاج اللي حصل ده هو كان قرار غلط وعمل بالبالة في المعسكر وتفتكر ساعتها والناس ساعتها تقول لك كلوب هو اللي عمل مشكلة كلوب ما عملش مشكلة دي ان بكل بساطة لو استرجعنا الاحداث يرجن كلوب مدير فني من الصغير مدير فني كبير ومحمد صلاح نجم عالمي اللي لسه مش مدرك الحقيقة دي لازم يدركها بشكل كبير ان محمد صلاح نجم عالمي فلما صلاح اتصاب في المنتخب وكان فيه مطش ليفربول في انجلترا اول سؤال لكلوب بتسأله ايه هو محمد صلاح اخباره ايه يعني ما تسألهش عالماتش اللي جاي ولا اللي حاصل ولا اي حاجة سأله عن صلاح لان صلاح رقم واحد في انجلترا وده مش كلام نحن كلامهم هم فلا كلوب مش هيجزب الراجل كان حصل تواصل مع متخب مصر وتقال له ان صلاح احتمال يجي يتعالج هنا عشان يتعافى بشكل اسرع ربما يلحق بقى البطولة فالراجل بكل عفواية جاوب قال يا جماعة والله صلاح احنا تواصلنا مع جزب فان المتخب مصر وفي اتفاق انه يجي يتعالج هنا وان ربنا كرم وخفى قبل البطولة هيستكمل البطولة عن متخب مصر طبعا الدنيا قامت مع عددش وازاي صلاح يمشي وازاي ليه عشان ما كانش فيه صراحة من المسؤولين عن المنتخب في كودفور وخلاص يعني اتمنى ان هو درس سواء اللي حصل في البطولة سواء اللي حصل مع صلاح ان احنا ما تتكررش هذه الاخطاء نخش بقى على محمد صلاح والعامل مبارح صلاح مبارح سجل وصنع هو طبعا يعني الاقدار اللعبة تلعبتها عايزين بس نقول حاجة عايزين نقول ان صلاح قبل المباراة مبارح كان تاني واحد في قيمة هدافي دوري الانجليزي بعد غياب شهر ونص يعني وهو قاعد شهر ونص ما بين الاصابة وما بين اللعبة مع متخب مصر هالند كان نمر واحد وهو نمر واحد هالند 16 وصلاح مبارح كان سجل هدف بقى 15 نقول لك بقى على اللي انت قلتي ده بالزبط جملة قالت في السوشيال ميديا الانجليزية والعالمية على موضوع صلاح وغيابه 45 يوم ورجع وسجل وما شاء الله عليه موجود في الطب في الطب أو في القايمة بتاعت اللعبة اللعبة المميزين في دوري الانجليزي صلاح مبارح كان متوقع ان هو موجود في التشكيل طبعا على مقاعد البودلاء لان دجل لسه رجع من الاصابة فكلوب مش ياخده من الدار للنار فقالك هدفع ببديل حظوا الكويس ان ديجو جوتا طبعا لعب مهم جدا في الليفربول السنة دي تعرض لاصابة في شوط الاول فخرج فالصلاح نزل يعني قدر ليه ينزل بدر شوي وصلاح كان عند الموعد صنع هدف معداد شوط تاني وسجل الهدف التالت اللي هو الليفربول وكسبه اربعة واحد طب صلاح لما سجلوا صنع مبارح الناس كتبت ان صلاح بعد غياب 45 يوم وسجل جون وصل لجون 15 بعد هالند اللي هو 16 صلاح مبارح صنع جون ده جون رقم 9 اللي بيصنعه يبقى صلاح سجل 15 وصنع 9 يعني مساهماته تهدفية 24 هدف اكتر لاعب بيساهم بالاهداف في كل لعب تدور انجليزي في تاريخ في الموسم الدعام متخيل 20 فرقة كل فرقة بيلاعب فيها كم لاعب يعني متوسط مثلا قول 15 ل20 فنتكلم فانيكرو بنحل لربعمائة لاعب لقم واحد فيهم كلهم حمد صلاح زاكروا بقى على الجملة انت وليتها ايه زاكروا قالوا ايه قالوا وكأن صلاح لم يغيب كانوا ان الرجل اللي راح خابه وغابه ورح لعبه طوله واتصب ورجع خمسة واربين يوم شهر ونص رقم كبير جاء وقت كبير ومع ذلك هو نمبر ون او رقم واحد في دولة انجليزي من حياته الصناعة وتسجيل مع بعض اللي هو المساهمة تهدفية 24 هدف 15 تسجيلا وتسعة صناعاتا ده رقم رقم التاني انبارح صلاح لما سجل وصنع في مباراة واحدة دي المباراة رقم 30 اللي في البريمير ليج في دولة انجليزي الممتاز بشكل الحديث من 92 المباراة 30 بيسجل ويصنع فيها يعني يقدر يسجل ويصنع في نفس المباراة صلاح الناس كتبت ان على مقربة من رقم قياس تاريخ جديد هم تعودوا ان صلاح هو قاهر الالقام القياسية مين بقى اللي عمل الالقام القياسية دي ناس برضو اساطير يعني واحد زي وين روني مهاجم من انجلترا الشهير وكان في طبعا تشاستر رونايتد وإيفرتون وفي اللعب كبير جدا جدا سجل وصنع في نفس المباراة 36 مرة يلي واحد برضو اسطورة تيري هنري الفرنسي لعب أرسل الشهير والذي يسمونه الغزال الفرنسي سجل وصنع في 32 مباراة في نفس المباراة يعني بيسجل ويصنع في 32 مرة مين التالت اسطورة برضو ألان شيرل اسطورة نيوكاسل ولاعب برضو خرافي والهدف التاريخي بريمي الليج سجل وصنع في نفس المباراة 31 مرة يبقى عندنا 36 32 31 صلاح 30 30 يعني صلاح على بعض المباراة يعادل ألان شيرل هو يسجل ويصنع فيها يعني يسجل ويصنع في نفس اللقاء وعلى بعض 6 ماتشاط يسجل ويصنع فيها من وعد نوني اللي هو رقم قياسي فالناس كتبت ايه؟ ان رقم قياسي في قفق محمد صلاح بيسعى لتحطيم رقم جديد ويبقى باسمه هذرة